كتائب القسام إنها قتلت وجرحت أفرادا من جيش الاحتلال خلال عمليات في شرق مدينة خان يونس وأضافت القسام أنها فجرت منزلا مفخخا في قوة إسرائيلية راجلة وأوقعتها بين قتيل وجريح وأشارت لأنها أوقعت إصابات بين جنود الاحتلال في الشباكات مع قوة أخرى داخل نفق كما قتلت جنديا من سلاح الهندسة بطلق ناري في رأسه في منطقة بنسهيلة شرق مدينة خان يونس جنوبية قطاع غسة